النجوة وبي زهرة في جانب النيل قد نمت فرف عليها إذ يروح وإذ يغدو لطافته في طبعها الحب والرضا وتياره في طبعها الهجر والصد ويحكي وفاء النيل فيض وعودها ويا شد ما ينحط من بعدها الوعد وفي زمن تصف علي كما صفا وفي زمن ما من تكدرها بد وبالله ثم الله إن حلاوة من النيل للعينين في فمها تبدو وإني وإياها على ضمأ الهوى أنا الفم هذا الهوى وهي الخد آه وأنا حين أقول آه أحسبها شعلة تتلوى ذاهبة ممتدة في قلبي آه وأنا حين أقول آه أشعر أن قلبي يمدها طويلا طويلا لتصل إلى قلب آخر آه وأنا حين أقول آه أراني كأن روحي طارت إلى آخر مدها ووقعت وكنا في يوم من أيام الربيع وكل شيء حولنا يتكلم بلغة الشمس في لمعة وضوء وجمال وفي الأزهار معانيها الغزلية التي بها وحدها تظهر الطبيعة في رقة امرأة عاشقة وفي الهواء نسمات بليلة متعطرة قد خيمت فيها روح قبلة متعرضة كأن الرياض في نشرها الذكي مصانع يقلد فيها الربيع صنعة أنفاس الحبيبات وفي الزمن ذاتية واضحة أشعرتني أن كل ما حولي هو تعبير يهم أن يتكلم وكأنما سقط قوس قزح من السماء وماجت ألوانه بعضها في بعض فغطى الأرض ألوانا شتى بأزهارها وأعشابها وكأن السماء مازجت قلبي في تلك الساعة فأضاءت بنور الفجر الندي العبق بالنسيم الملون بالشفق المتحرك بالسحاب وكنا في صباح جميل يشعرنا بكل ما فيه أن شمسه طلعت لنا وحدنا وكان كل شيء يرف ويزهو كأنه طبع بقبلة من شفتيها وبدى الصباح عليها بمعاني الرياض وعلى الرياض بمعانيها هي فاجتمع نشاط الكون ونشاط قلبي وتقتلت كما تتقتل وقال الضاحكة لا أحبك قلت إن فيها أحبك وهذا يكفي قالت وزادت في ضحكها أعني أبغضك قلت ولكنه بغض من تضحك كما أرى قالت وزوت من وجهها وتكلفت العبوس قليلا أعني فابتدرتها أقول إن تكلف وجهك ينطق بأنه لا يعني فذهب بها الضحك مذهبا ضريفا وقالت الآن قطع بك فلقد كنت أريد أن أقول أعني أحبك فنفيتها أنت فانتفت قلت بل الآن وصل بي ما دمت قد قلت أعني أحبك وأثبتها أنت فثبتت قالت واستطلق وجهها إني والله أجد من سروري أن أعجزك ولكنك داهية لا تعجز ولا يزال في لسانك جواب ما أقوله وما لم أقل فقلت وأنا والله أجد من سروري أن أقدر ولكن هل أقدر على ما هو مقدر إن بعض كلماتك هي الآن كلمات ولقد تكون غدا حوادث فاعترضتني قائلة أنت تنظر في نور من خيالك مع نور الطبيعة فترى أشياء كثيرة غير الأشياء قلت ولكنه هو النور الذي يقيد الطبيعة كلها بمنظر واحد قالت أهو منظر جميل قلت بل الجمال بعضه قالت وما عسى أن يكون باقيه إذا لم يكن الجمال إلا بعضه قلت إن في قلبي كلاما يسمع من غير أن أتكلم به وفيه جواب سؤالك فاستضحكت وقالت وعلى هذا فهمت من غير أن أفهم ألا قل لي لماذا تكون لغتك هكذا فقلت لأن الحب يجعل كل سهل واضح في الأشياء غامضا معقدا في النفس وهذا هو سره وبهذا يرتفع عن الإنسانية ويجنح إلى التأله وبسره وتألهه يخلق كل ما يمسه في صورة ثانية مع صورته التي تقوم به فيجعله بصورتيه من الكون ومن النفس العاشقة أيضا وليس من شيء خلق مرتين ولكن أشياء الحب كلها كذلك خلق ثم خلق ليت شعري أيعذب العاشق المسكين بهذا التأله الخيالي فيكون عقابا شديدا بطريقة غير أرضية أم ينعم به فهو ثواب عظيم بطريقة غير أرضية كذلك إنه لسر عجيب رائع في قلب من تيمه الحب يدل عليه أنه ما من عاشق إلا وهو يرى أن رضاه عن جمال حبيبته وتكوين أوضاعها وتناسقها ومشاكلة بعضها بعضا كرض الصانع عن صنعته وافتنانه بما أبدع واخترع وبما أتقن وأحكم كأنه هو قدر وسو وسوى وخلق ولو جاز أن يهبه الله القوة على أن يذرأ ويبرأ ثم أمره أن يخلق لنفسه امرأة لما صنع إلا هذه التي أحبها بكل ما يحبه فيها وإن لم يستطع الحب أن يخلق إنسانا فهو يخلق إنسانية بذلك لا يفهم هذا الحب إلا في أسلوب ملتو لأنه له طرفا غائبا وراء النفس كالعود من الأعواد غمس أسفله في الماء فلا يتراء للعين في صفحة الماء إلا ملتويا متثنيا لا بعمل من ذات نفسه بل بموضعه وبتأثير أحكام الضوء في موضعه والحب يشبه ألوهية دون حدها فهو بهذا مفهوم غير مفهوم ويشبه إنسانية فوق حدها وهو بهذا أيضا مفهوم غير مفهوم ولا نراه أبدا إلا مصرحا غامضا إن صرح من جهة الحاسة غمض من ناحية الفكرة وكل دونه هو في النفس يأتي من بعده في الموضع والقيمة والاعتبار لأن في الحب وحده المعنى الأكبر للحياة في وهم المحب على حين كل ما في الحياة هو في الواقع أكبر منه وليعيش من لا يأكل ولا يشرب على أن من لا يحب نراه يعيش قالت وضحكت بذلك لا يفهم الحب وبذلك استطعت أن تجعل لغتك هكذا قلت وبذلك أيضا استطعت أنت أن تجدي مخابئ لغوية كثيرة تخبئين فيها الكلمة التي تريدين النطق بها ولا تنطقينها فصارت لغتك عندي تفسر من معجمات كثيرة من نظرة والتفاتة وخطرة وحركة ومن شيء ومن لا شيء وتقولين الكلمة بما شاء دلالك من أساليبه الكثيرة إلا بأسلوب النطق كأنها تراغمك على أن تظهر وتراغمينها على أن تختفي أتعلمين أنك كالدولة من الدول العظمى حاشدة كل وسائل الحرب معدة لها في كل وقت فهي بذلك ظافرة غالبة من غير حرب كأن وسائل الحرب تقاتل من غير أن تقاتل قالت يا ويحك فإذا قبلت منك أني دولة عظمى فكيف أقبل أني أكاديمية عظمى حتى تجعل لي معجمات كثيرة وترى ما الذي يمكنك أن تفسره من معجماتي قلت يا ويح غيرك أمكنني يا جبارة المستحيلات ما أمكن الغزال من جبار الممكنات قالت أسألك عن مستحيلاتي ولكن ما هي ممكنات غزالك قلت إن غزالي هذا كان فيلسوفا لا يصدق إلا ما يقره ولا يقر ما لا يمتحنه على طريق الفيلسوفيكانت ولم يكن رأى سبعا قط وهولوا عليه في أوصافه ورهبته وسطوته فلم يصدق شيئا من ذلك إلا أن يراه ويدرسه درسا تحليليا كما تسمين أنت كلامك وفلسفتك قالوا فأطال الغزال الفكرة في ذلك ودبر أن يلقى الأسد ويدرسه ثم إنه قسم الدرس إلى أعمال خمسة على هذا النسق فالأول أن يتجسس مخالب السبع ثم يعجمها ويدق عليها بحجر ليعرف مبلغ صلابتها ويقف على سر تركيبها والثاني أن لا يكتفي بمثل هذا الصنيع في الأنياب بل قرر أن يحطم واحدا منها ليعلم ما سر قوتها ومضائها والثالث أن يتناول عضلات الأسد في زوره ورقبته وأعضاده فيغمزها غمزا شديدا لعلها من ورم أو شحم وما يدر الناس والرابع أن يجيء بالموس فيحلق لدة الأسد فيكشف عما تحتها ويرى منظره وقد عري منها فلعلها من شعوذته في القوة واحتياله على مظهرها ورهبتها والخامس أنه متى فرغ من كل ذلك حملق في عيني الأسد ودرس ذلك اللمح المخيف من شعاعهما فإن لم يبلغ من ذلك ما أراد علمه وفلسفته اقتلع إحداهما وأسالها وبحث فيها ما شاء قالوا ولو جاء العرين وأصبح من الأسد بمرصد وهبت رائحة لحمان أجداده قال النجاة النجاء ما هذا الذي خلقت له فلسفة رأسي ولكنه الذي خلق له عدو ساقي ووثب يشتد مع الريح ولكن آه من تعقيد الحب إن الفيلسوف المتهزم الآن هو الأسد بلبدته وأنيابه ومخالبه وبكل ما هو به أسد والمنتصر هو الغزال بلينه ونعومته وبعينه الكحيلة وبكل ما هو به غزال قالت آه ولم تزد قلت أنت يا حبيبة في وأشعر بك دائمة الاندفاق والانصباب في نفسي كأنك جمال لا ينتهي وكأني عشق لا يمتلئ وأنت خارجة عني وبي شوق دائم نزوع إليك يخيل إلي والله أنه ملئ الكون لا ملأ صدري وأنه لا يزال شاردا مستحبا على الوجود كله لا يجد ما يستقر عليه مع أنه واجدك ومع أنه حائم عليك وما ذلك إلا لأنك دائمة الدلال أي دائمة الانحراف عن لمسات قلبي أي دائمة الاهتزاز بمعانيك الجميلة كي لا تثبت صفة منك على صفة مني كي لا نتعانق حتى ولا في المعاني أنت إثنتان عندي وليس في يدي من واحدة شيء وإذا كثرت الآمال لتكثر حسرات الإخفاق عليها فلماذا لا تقول إن الأمل هو الاسم الصحيح للخيبة إنك ليك الرؤيا من الرؤى السماوية فالتي هي أنت ليست في التي هي أنت وبذلك فالتي أحبها فيك لا يمكن أن أجدها فيك كأنما نتلاقى في عالم بعيد من وراء ظواهرنا كأنما قامت منا في الحب حدود دولتي فلن يتقدم حد منهما إلى حد ويكون بينهما سلم ولا سلم إلا في هذه الوقفة الثابتة ولا إخلاص ولا محبة ولا ثقة إلا أن يدق مسمار الزمن في كليهما فإذا هو من الآخر بعيد على قرب قريب على بعد كأننا نعيش في أمس يجيء يلبس كل يوم من أيامنا لا قوة تناله فتنزعه ولا قوة تناله فتبليه فما تزال تتجدد من تحته أيام الحب في سر منا ونعطي كل يوم عالمنا ونأخذه ولا نتلقاه كأننا في يوم هجر خالد علينا وكل ما يأتي بعده من الأيام ميت فيه لا محالة إذ أيام الحب إنما هي بنسبتها إلى الحبيب لا إلى الزمن كأن هذا الحب قد ضرب بيننا وبين الحقائق بسور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب فكل ما رأيناه رأي العين من فرح الأشياء ولذاتها علمناه في علم أنفسنا أو جاع مكابدة وآلام حرمان فأضجرت فلسفتها هذه الفلسفة فقالت وابتسامتها ظاهرة على قولها وأما قبل قلت وأما قبل فكأنما أنا المكان الحي الذي تئن فيه الأشياء أنينها الباكي وتبتغي فيه موسيقى الحب من أوتار متقطعة متبعثرة إن جاءت بشيء فبأنغام موتى أو مرضى وإني لأحسب الدنيا كلها تصدح من حولك تلقين فيها النغم ثم لا تحبسين الصمت إلا لي أنا وحدي قالت أف للشاعر من الشاعر نفسه أنت كما تريد من الحياة مسرة لابتسامك تريد منا آلاما لعبوسك الشعري وإذا لم تجد الألم أوجدته واخترعته كأنه لا بد لمن يصنع شعرا أن يصنع مقادير يفرح بها ويحزن ما أراني أفهم عنك حين تقول السماء والطبيعة وهي والشمس والقمر وهي والخير والشر وهي فأنت وحدك تفهم هذا لأن للشعراء شياطينهم فلك مثلهم شيطان يحدثك وتحدثه وترى ما اسمه قلت اسمه هي وكأنما كان الشيطان غائبا في سفر طويل ورجع عند ذكر اسمه فلما رآها هي اسمه ألقى فيها سحرا من سحره فإذا على ثغرها برهان ثغرها وقالت أسكت قلت لقد عرفنا الشيطان باسمه قالت أسكت قلت ما يسكتني ولا الشيطان نفسه فمدت إلي نظرة طويلة كلها براهين على قوة هذا الشيطان الفات وقالت أسكت أسكت ثم لا أدري ما الذي أسكتني حينئذ أحسب أن الشيطان سد فمي بفمه آه وأنا حين أقول آه أحسبها شعلة تتلوى ذاهبة ممتدة في قلبي آه وأنا حين أقول آه أشعر أن قلبي يمدها طويلا طويلا لتصل إلى قلب آخر آه وأنا حين أقول آه أراني بعدها كأن روحي طارت إلى آخر مدها ووقعت آه 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 شكرا